نهاردة 4-4-2 والمفاجأة انه طهر محمد طهر بيرستاو قدام ووراهم عبدالقادر وحسين الشحيات لما شفنا التشكيل على الورق يعني تصورنا انه هيب 4-2-3 واحد لعب 4-4-2 وكان الرباع اللي قدام هما سيرو كوة النادي الاهل النهاردة في التحركات الكثيرة جدا في كل الاماكن في الجزء الهجومي ده فالرجل بتاع وفاق ستيف كان واضح انه بيشتغل بالمدافعين ماني النهاردة فبدأ يتبعطر يعني الدفاع النهاردة السهولة بتاعت وفاق ستيف اللي انه شافوها النهاردة هي في الارباع اللي قدام في طريقة لعبة بيتسو مو سيمان النهاردة احسنت يعني البداية اللي انت بدأت ديبقى دي هي اللغز هي المفتاح هو اللي اتعامل النهاردة المني يتكلم هقول نقطتين قبل ما نبتيني يشرح على البورت هو ايه اللي حصل هو الاهل اللي كان بيلعب كده المبارات اللي فاتت في الدورة لكن الجزء اللي كان بيتكلم عليه التركيز انا هرجع بقى ونترجع معه ونقول التحضير ايوه بيتسو في المبارات افريقيا بيحضر كويس جدا 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 خاصة في النوكاوت صحيح بيتسو شيء نعم قبينا بننتقده كثيرا لكن النهاردة ياخد الكريدت لازم ياخد الكريدت النهاردة طبعا بيتسو مو سيماني اصبح هو عراب البطولة عراب البطولة دي بيتسو مو سيماني دايما وابدا كانت مشاكل الفرق المصرية حتى في عذ التعلق انك بتواجه فرق شمال افريقيا لما تجي تلاقي ان بيتسو مو سيماني واجه فرق شمال افريقيا منذ قدومه للنادي الاهل 14 مرة لم يخسر اي مورا ريكورد عظيم جدا لبيتسو مو سيماني فمشكلة بيتسو عشان نروح للجزء الفني مشكلة بيتسو هي التحضير لما بيركز فبيحضر كويس فالاهل بيدخل المباراة بشكل جيد جدا بيقدر يفوز على اي فريق داخل القرى او حتى محليه فخلينا نروح بقى ليه النهاردة 4-4-2 اللي كنا مقلوها عليها في المباراة اللي فاتت 4-2-2-2 نجحت وليه ما كانتش نجحة في المباراة اللي فاتت التركيز والتحضير ده شيء مهم النقطة التانية لما اجي اتكلم على الاثنين النهاردة واللا مركزية عشان كده وانت بتتكلم بقولك احسنت ليه؟ لان هي دي النقطة هي دي المفتاح اللا مركزية والتحركات الكتير اللي كان بيشتغل الراجل كان بيشتغل بطاهر هنا تحديداً ميل شوية ناحية اليمين اتنين سترايكرز وبيرسي تاو تحتيه احمد عبدالقادر ناحية الشمال لكن كان شكلهم بالشكل ده اللي اتنين انسايد مش فاتحين لينير مع البكين صحيح فكانوا بيشتغلوا في العمق الاثنين علشان يدي المساحة والسبيس لهاني او لمعلول ان هما يطلعوا وتحديداً معلول عشان هاني برضو ما كانش ميديله واجبات هجومية كثيرة انا نهاردة يمكن علي معلول اكتر شوية ما ابتداش هاني يطلع وياخد الواجبات دي الا بعد حالة الطارق لما ابتدى يعمل شوية تغييرات واللعب ابتدت اخد اريحية شوية في الملعب فلما نيجي نروح نشوف علي معلول حتى علي معلول في بعض الاحيان ما كانش بيعمل الزيادة لنهاية الخط ليه؟ علشان يطلع هنا ويطلع له عبدالقادر هنا في عميره على اي في اي لعيب او يبقوا اتنين على واحد فيقدر انه يا ام عبدالقادر يخترق للعمق وحصلت كتير لما نيجي نلاقها جماعة النادي الاهلي كلها كان النادي الاهلي بيشتغل في العمق ليه؟ هما كان بلعبه بتلاتة في الخط الخلفي في العيب بينهم كان موبايل متحرك ونفس فكرة حمدي فاتحي احيانا لما الاهلي بلعب بتلاتة اربعة تلاتة فكان العيب بيطلع ويعمل سويب كان دي المساحة اللي كان بيروح فيها بيرسي تاوي يدخل هنا طاهر يدخل هنا علشان نبتدي نشتغل نعمل الشغل ده وجود احمل عبدالقادر قدرة عبدالقادر على الكنترول رغم انه هرده كان عنده بيسباص كتير شوية بيويت كتير قوي على الكورة بيمس كرارات عندها فيها مشكلة لكن انه هرده طاهر عمل مباراة جيدة جدا تاو عمل مباراة جيدة جدا وهرجعلك في نقطة تانية قلتها كريم في تقديم الفقرة انه ليه النادي الاهلي احيانا كان بيبقى لديها كويس قوي والنتيجة مش كويسة انا كنت في المقع في المباراة مباراة الرجاء ومباراة السطيل اليهارده سيناريو مقرر لمباراة الرجاء الفرق ايه؟ استغلال الفرص والتوفيق والتركيز مباراة الرجاء كانت جاية في سلسلة من اللا تركيز خلقت فرص كتير واشتغلت بنفس الشكل لكن مقدرتش تترجم بس هولك حاجة وشاركنا فيها امرأة مباراة الرجاء كان فيه فرص بس مش كتير كان فرص حقيقية جودة الفرص كتير حلوة الجملة دي جودة الفرص النهاردة جودة الفرص الاهلي لا كورتين في الايم حلوين ثلاث كور في الايم ثلاثة في واحدة تاو ثلاثة كور في الايم انا كده وصلت الاخر نقطة عند الجون يعني الجودة محترمة جدا فيه انفراضات واحدة البرسي تاول وهدف ملغي ففيه هنا فرص حقيقية بالنسبة مئة في الايم فرص مباراة الرجاء صحيح انت عامل خطورة عامل زحمة في الهجوم بس جودة الفرص ما هي جودة الفرص لو انا بستخدم نفس العناصر فيه عنصر مفقود بقى اللي بيحول الفرصة منها فرصة غير جيدة لفرصة جيدة التركيز والجهزية الزهنية قبل ما تكون البدنية وهنا نقطتين مهمين كريديت لبيتسو موسماني التجهيز الجيد زي ما الانتقدوا لما يكون فيه تجهيز غير جيد وكريديت لكابتو محمود الخطيب الاعداء كانت مهمة جدا 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 لان بدون الدخول في تفاصيل كان وضع الجميع امام مسؤولياته سواء لعبين او جهاز والمسؤولية اللي مقاعة لعاتقهم قبل مواجهة وفاصيلة ها يلقين